ماليين بلق 140 مليون وقية جديدة انشئت شركة أطلس لصناعة السفن ضمن المشاريع التي تدخل في إطار رخاص سلطة منطقة وادب الحرى لصالح وزارة الصيد والاقتصاد البحري وتم إنشاء هذه المؤسسة من قبل عدد من رجال الأعمال الوطنيين في مجال الصناعات البحرية وتوفر هذه الشركة أكثر من 70 فرصة عمل مباشرة للشباب الموريتاني وبقدرة إنتاج تبلغ أكثر من 60 سفينة سنويا هذا المشروع حظي منذ مراحله الأولى بدعم ومتابعة من طرف جميع مصالح المنطقة الحرى إذ وفرت له جميع التحفيزات المتاحة بموجب نظام المنطقة الحرى تعتبر هذه الورشة هي ثانية من نوعها في النواذيبو تحت غطاء المنطقة الحرى وسوف توفر إن شاء الله أزيد من 90 يد عاملة وطنية زيد على ذلك الأنشطة والخدمات التي ستقدمها للدفع بالقطاع الخاص زيد على ذلك الأنشطة والخدمات التي سوف تقدمها لقطاع الصيد البحري في المنطقة الشمالية وتعمل بالشركة طواقم فنية تملك خبرة في مجال صناعة السفن قادرة على تصنيع قوارب السياحة وقوارب أعالي البحار التي يصل طولها إلى 30 مترا وسيعتها إلى 300 طن من الأسماك ترانتك نافال هي شركة رائدة في مجال السفن الصيد التقليدي هنا على مستوى موريتاني الشركة حالا تنتج السفن طولهم 13.96 وعرض 4.5 دستيني للصيد التقليدي كلاتهم 12 طن يرفضوهم وهمهم المعادلين بطريقة حديثة أول مرة تعادلهم موريتاني وهي الإنفزيون طريقة آمنة جدا والسفينة تعود قوية جدا ونحن حالا ننتجو نحاول أن نصل إلى 60 سفينة للسنة إن شاء الله والشركة ترانتك نافال تحاول أن هذا القريب إن شاء الله لا يعود ذلك السفن كبيرة عملاقة حتى يصل طولهم إلى 30 متر وستواكب هذه الشركة البرنامج الطموحة لرئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني لمواجهة جميع التحديات ومواصلة النمو في مجال الصناعة بشكل عام وصناعة السفن بشكل خاص في بلادنا الشيخ الأحميدي الموريتانية مدينة نواذبو